السلام عليكم ورحمة الله معكم كوتر من قناة بيتي في كندا سعيدة بلقياكم من جديد فيديو جديد اليوم بإذن الله كما كتشوفوا معي في الفيديو غادي نشوفوا موفن أو مادلين بمكونات جد مختلفة ربما تجيكم غريبة كذلك ولكن صدقوني النتيجة كتجي رائعة واحد الوصفة لتتصحق التجربة في البيوت ديلكم بمكونات دائما كما ولفتكم في المتناول بسيطة سهلة في التحضير نخليكم معي نشوفوا طريقة التحضير والمكونات بعد الجينيريك فبسم الله على بركة الله غا نبدأوا التحضير غادي نحتاجو السبعة ديال البيضات وغا نحتاج كذلك السكر الأصمر غا نحتاج كوب فقط ميتين وخمسين ميلي لتر وواحد الرشاء ديال الملحات قريبا وحد المعلقة صغيرة غادي نضربوا المكونات كلها اما بضرب الكهربائي او العجانة اللي عندكم انا هنا استعملت العجانة او لا يمكن لكم كذلك تستعملوا يعني الميكسر الكاس ديال العصير المهم انه يطلع لنا البيض يطلع مزيان مع السكار حتى كيبيض لنا هاد المرحلة هي اللي كتخلي الكيك كيجينا اسفنجي وكيجي مهوم زيان وكيجي قطني من الداخل فغادي تشوفو هنا يا كيفاش غادي يبيض معانا الخليط الفيديو مطابعة الحالة هنا راني مزربة ولكن غادي تشوفو تدريجيا النتيجة بعد ما غادي يعني يطلع مزيان ويتهولينا وتنشوفوه باللي كيبيض معانا الخليط اه وضروري يكون عندنا البيض بحرارة المطبخ الاجبتيه من التلاجة ديريه في واحد الاناء بالماء دافي حتى يعني تعتادل الحرارة ديال البيض عدوه بداي استعمال ديالو ونحاولو ما امكن ما نديرو احتشي قطرة ديال الماء في الاناء ديالنا من بعد ما غادي تهولينا هنا كيما غا تشوفو غادي نزيد وحد الربعميات ميليليتر ديال الزيت النباتية نزيدها تدريجيا مع الخفق المستمر وحتى هديك الزيت غادي تزيد طلع لنا من من الحجم ديال الخليط غادي يقدر حتى يتضغبل معانا بعد ذلك غادي نزيد نفس القياس 400 ميليليتر كذلك من عصير الليمون او عفوا عصير البرتقال احنا في المغرب كنقول الليمون بالعربية الفصحة البرتقال غادي ندير 400 ميليليتر ونخفق من طبيعة الحال دائما الخليط وغادي نزيد كذلك 250 ميليليتر من الجزر او خيزو محكوك مع برتقال برتقالة يعني غير الزيت ديالها غير القشرة ديالها محكوك غادي ندير معلقة ديال القرفة معلقة ديال سكنجبير وكذلك نص معلقة ديال القوزة محكوكة او مطحونة بالنسبة للخميرة غادي نحتاج اربعة ديال اكياس ديال الخميرة من فئة 7 جرام مع اربعة ديال اكواب ديال الدقيق الابيض العادي اربعة ديال اكواب ديال 250 ميليليتر اللي كيعطينا 1000 ميليليتر ما مجموعوه 1000 ميليليتر من طبيعة الحال يكون من الاحسن يكون مغربل غادي نستمرو في الخفق كيما كتشوفون مهم تجنس لنا العناصر كلها بالنسبة يعني كإضافة اللي بغا تديرها كذلك كنزيدو واحد الكوب ديال القرقع اللي هي المكسارات اي حاجة عندك بغا تستعملها وكوب كذلك ديال الزبيب ولا العنب مجفف غزان سك وغادي نخلطهم مع الخليط الفران اللي أنا كنت شعليه كان كي يسخن طبيعة الحال دائما نتخنو الفران قبل ما نحطو ليه الكيك نعلو ليه درجة الحرارة يعني مثلا الفران الغازي غا تشعلي ليه الفق والتحت حتى يسخن معاك مزيان وغادي تنقصيه لتحت فقط في الفقاني وتخلي غير تحت منقص او الى عندك مثلا الفران الكهربائي نفس الشي غا تتخنوه مزيان طلعو ليه الحرارة دياله حتى يسخن مزيان ما عرفتش أنا مثلا توصليه الى الميتين درجة ومن اللي غا تبغي تدخلي الكيك غا تدلي ليه غير مية وتمانين درجة السلسوس ومن طبيعة الحال كنخليه غير لتحت شاعل ونخليه يطيب على خاطره كي يخط تقريبا واحد العشرين حتى الثلاثين دقيقة في الطياب هاد الخالط بهاد القياس تقريبا كيخرج لنا ستا وتلاتين حبا ديال المادلين او اكتر يعني غلنا اخد نص ديال الكيميا غا تنزينها بواحد الخالط من الزبدة الدقيق والسكر الاسمر اني كنت تعملتها معاكم الوصفة بالضبط هاتلقاوها في الوصفة ديال مادلين ديال التفاح اللي غنخليها ليكم كذلك في صندوق الوصف غنرشو مكة من الفوق بالنسبة للقرقاع في الخالط كيبقى اختياري اختياري ماشي ضروري الى كان متوفر يعني اي نوع اخر من المكسرات حتى هو هاد يقدرين الغراض هناك يكون الشكل النهائي ديالهم كيما كتشوفو كيجيوا رائعين في المضاق واحد الريحة رهيبة البنات بالاخص هديك القرفة وسكينجبير والقوزة كيعطيه واحد نكهة زوينة بزاف ومختلفة على المكونات اللي يعني معتادين بهم فكيبقوا دائما منستمات او لمنكهات صحية قشرة ديالليمون حتى هي كذلك وخيز زوته هو من طبيعة الحال غني على التعريف بالفائدة والقيمة الغدائية اللي كي توفر عليها هناك خصوصا واننا كنستعمله يعني ني خطر يعني ما طيبش ففحتف الطياب كي يتلقى هدك المدية له والشيء اللي تيخليه يعطي واحد القوام مختلف واحد الهشاشة للكيك ديالنا انتمنى ان شاء الله ما يكونش طولت عليكم تكونوا استفتوا معايا في فيديو ديال اليوم وما تنسونيش كما العادة بلايك ومشاركة الفيديو مع الاهل والاصدقاء ما تنسوش خليولي اياه تعليق على الفيديو خليولي فيه انطباع ديالكم على الوصفة كيف اجتكم الفيديو القادم ان شاء الله غد يكون على منو ديال الاسبوع او لا تنظيم وجبات الاسبوع كيف ما شفتم معايا في الفيديوهات السابقة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة